لكن ده إهانة له لأن الشرك فيه الإهانة والتوحيد فيه العزة والله أرجى الزول يمشى على وجه الأرض الزول اللي عقيت فيه الله بس قل لك أنا لا بخاف من الشيخ لا دجال لا فكي لا ساحر لا غيره أنا عقيت فيه الله براه بس سبحانه وتعالى شكيا جماعة آخر آية من سورة الكهف رب العزة والجلال قال فمن كان يرجو لقاء ربه الدار يموت بالنجيضة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك لعبادة ربه احدا ما قال صنم قال احدا اي احد اي احد ابو وكر الصديق رضي الله عنه قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت الليلة لو قلتها للناس يزعلوا قلت لهم يا اخي العقيت في شيخ فلان شيخ فلان مات ولا نبست ولا شتمت ولا قلت دا في النار ولا قلت عضان عامل كذي ولا نبس بس قلت فكيف لا انذا مات والبعب ضل الله الله حي ما بموت يقول لك ات مالك وماله ما في صحابي قال لأبي بكر ات مالك وماله لانتو العقيدة صحيحة الله في القرآن قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وأسألكم بالله في حي ما بموت غير الله سبحانه وتعالى ملائكة بتموت شفت الملائكة بجبريل بموت كلهم كل من عليها فان ويبقشن وجه ربك ذي الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه يا خزول يدعو الله يتوكل على الله يعتمد على الله الكلام ده جماعة يفرح كل مسلم كل مسلم يفرح بهذا الكلام وتقر عينه به أما الزلل بالضايق من التوحيد راجع نفسه لأن الله قال من صفات الكفار دي ما من صفات المسلمين قال وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون أسل لو جبت لك ذول إمدح لهم يبشرون أنا والله ما أقول ذي القاعدين دين جزاكم والله خير والعريس الله يحفظوا وأهلوا وأعماموا غير الله يحفظوا والناس البناصر الدعوة دي ونحن والله الجمعنا الدين والله لم ندعو لي حزب ولا طائفة ولا جماعة ندعو إلى الله العظيم سبحانه وتعالى لو قلنا للناس خلوا شيوخ كن أنادوا شيوخنا إيزعلوا ولك شيوخك أحسن من شيوخنا لكن قلنا لهم خلوا شيوخ كن وشيوخنا ننادي الله بس في مشكلة معاه الله سبحانه وتعالى كريم يا أخي رحمن رحيم جل وعلا العقيدة تكون فيه صحيحة سبحانه وتعالى التوكل يكون عليه الاعتماد عليه دا كلام بشرح الصدور فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء تجيب مدايح كلها كلام فارغ ما يقول لك بيمدحوا الرسول عليه الصلاة والسلام كذا يجيب البيمدحوا بيقول فيه شنو كان مدحوه تلقاهم بيغلوا فيه لهم مدحوا في شكله قالوا الرسول كان طويل الشعر إلى منك بيه وفي رواية إلى أذنيه كان كأنه أقرن الحاجبين وليس به قرن كان جميلا صلى الله عليه وسلم واسع العينين واسع الفم كان صلى الله عليه وسلم طويل الرموش كان أبيض مشرب بالحمر كان عظيم الكراديس يعني العظام صلى الله عليه وسلم من قوته لو وصفوا شكله زي ما جاء في السيرة تمام ما مشكلة لو ذكروا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كان كريم كان رحيم كان رؤوف كان يحسن صلى الله عليه وسلم كان 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 من الخير ده خير ما عندنا فيه مشكلة لكن من غير موسيقى ومن غير غلو من غير ما يغلو فيه ما ممكن يا جماعة بت اجيبوها يا أخي في التلفزيون ولا في الرادي تقول أحمد يا حبيبي سلام عليك لو قالت حبيبي بس تمام ما مشكلة تحب الرسول عليه الصلاة والسلام وده من الدين لكن مش قدام شوف قالت شنو أحمد يا حبيبي سلام عليك يا ميسكي وطيبي سلام عليك يا كاشف الكروبي سلام عليك يا غافر الزنوب سلام عليك ده غلو ولا ما غلو البغفر الزنوب منوها جماعة الله سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم بعد قالوا ومن يغفر الزنوب إلا الله ما كلام واضح هل يكشف الكروب منو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر استغاثوا بها الله تقول لي قال إذ تستغيثون ربكم ده الرسول عليه الصلاة والسلام الله قال عنه كذب هل يكشف الكروب؟ الله سبحانه وتعالى قال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون ما دايح يا أخ واحدة ما مفهومه ذاته يوم داك سمعت واحد قال بمدح قال ساري الليل للقرض قرش قال لك قرمش قرد منو والله قال كله من الطيبات إنت تاكل في القرض البلد دي ناكسة قرض ذاته قال ساري الليل للقرض قرش ماهو الحبوب ماهو الأخبش عنده حصانة ما بتفتش تهربت العالية بتحركتش هسي دا فيها دين واحد تاني قال دخل بلياء طلع كيكي ماهو الفجل ماهو البامبي سي دا دين ولا ملجة بتاعت خدار دا دي عبادة يعبد رب العزة والجلال بها يا أخي دا ياهو المديح هل فيه فائدة ناس قدسوا في البشر واحد قال كباشي كم أدى ولد والله دا عقيدة شارون ما يعتقد شارون شارون شوف ترامب ما يعتقد عقيدة زين تعتقد زول بيدي جنة الله قال أفرأيتم ما تمنون اتو ديل ودي ما في العصنام دي آيات وعي يقول لك في العصنام لأنه صنم ما تمنون في صنم تمنون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون مش كلام واضح جنة دال بيخلقوا منه في سورة البقرة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن في كلام واضح من ذا نخلق الله يا أخي جل وعلا ولك كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل ما حل كباشي المتوكل لأمره يكل كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي شكاين المره المبتلد خمس سنة يقول لك مش لفلان ادي يا جنة فلان بدي يا جنة قلت راجل تودي مرتك لراجل تقول لي ادي يا جنة ووي كلام دا غلط شديد جدا ودي أخي تقول لي ادي يا جنة أخي ما شفت الأنبياء زكريا عليه السلام شف عزاته ضحكه فاهمين الحاصل والله أنبياء زكريا عليه السلام كافها يا عين الصد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية شف عليك الله زكريا عليه السلام شف الأنبي يعرفوا زاته يدعو الله كيف قال ربي إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا النبي قال تقول لي فكي بدي جنة ونبي قال والله الذي لا إلى غيره قبل الفاس اقع في الرأس والظهر غيره قال وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا منك اتا يا الله جنة ما ادعك ليا الله تاني بديك للم يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضي الله قال يا زكري انا نبشرك بغلام اسمه يحيا شوالله ذاته لما ندق ادله وسمله ذاته قال يا زكري انا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعله من قبل سميع قال ربي انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا تاني كرر وقد بلغت من الكبر عتيا الله قال لك المتين لو في امتين تاني ما بتمش لي فكي لي يا جنة قال كذلك قال ربك ذي الكلمة الاولى قال كذلك قال ربك هو علي هين علي الله هين ادي ك الجنة لكن علي كد صعب ودار تعرف هين علي الله سبحانه وتعالى الكلمة التانية وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا اغمى ابزول والله يديك والله تحدى الناس مش في جنة جنة دي حاجة كبيرة ونقول لك فلان بدي جنة بدي جنة كيف اذا دعا الله والله اداك جنة دي ما عندنا فيها مشكلة دعا الله والله اداك جنة دي ما عندنا فيها مشكلة هم بقولوا دعا الله وقال لك كباشي كم ادى ولد ادى راجع وذاته عم ادى ذاته ما اقول يا غي الله تحدى الناس مش في جنة جنة دي كثيرة جدا قال يا ايها الناس صورة الحج الصفحة الاخيرة فوق بداية الصفحة قال يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله بتنادون من دون الله لن يخلقوا ذبابا في تحدي اقوى من ده ما اقال لون اسد ولا فيل ولا خروف لا 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 ضبانة بس كانت لم وا الشت شان خلقوا ضبانة ما يقدروا كل لون ادتوا اخلقوا الضنب بتاع الضبانة وادتوا الراس وادتوا الجنحين ما بيقدروا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وما كدي بس قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوهم الضبان ما بيستاذنك وياكل النزنك عم عبدالله ناكل معاك هناك ومرقايقة بيكزرة ما عندو شغل زي دا الضبان بيجي طاير طوال ووق بخش ولا بصم الزات الله واعلم بيجي غاشي ولا بغسي ليده اياكل ويركلك فين خرتك شوف الحقار دي كيف فين خرتك وطير جنب المروحة ويبقى مارك الرجال كذي بص قالوا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب شام ما تقول نحن من ننبذ الله قال ليك البناد غير الله ضعيف والبناد ذاته ضعيف هرايك شو ضعف الطالب البناد غير الله والمطلوب البناد ذاته ضعيف قال ليك ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه والذي خلق السماوات السبع الشداد التي انطبقنا ثم تفرقن ما قدر الله من دعا غير الله سبحانه وتعالى أي زول تلقاه بيدعو غير الله وعتريفلان دزول من أسوأ خلق الله دزول ما بعرف الله صح لأنه بتعرف الله ما فعظا منه يا أخي الله قال ليك كان أريد دجت مليت زنوب تعال لي بس أنا بغفر لك قال يا ابن آدم في سنن الترمذي من رواية أنس رضي الله عنه وفي صيح الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي شاء ما تقول لينا واسخان والشيخ دولي وصالح ونظيف وقريب من الله قال ليك يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنانا السماء زول الأرض ديما لا ذنوب جد وذنوب دي طلعت لما نوصلت السحاب دا باقي لك دا عنده كم زنب ذاته يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي قال ليك ولا أبالي آخر الحديث قال يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ثم لقيتني لما متكد انتكلت الطق شالوك ودوك القبر إنت موحد عقيدتك في الله تمام قال لك لأتيتك بقرابها مغفرة 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 مغفرة